سعد القضية هي هون دار الفتوى بيه موقف موقف منطقي تقول انه لا ما لازم يكون في فراغ الكلام المنسوب الى رئيس سعد الحريري برجع بالك اذا طلع قاله هو بشكل مباشر بصده ولكن لحد هلأ باعتبر هي مجرد بس ما في شوي مبالغة بتوصيف دور حزب الله يعني بالطريقة اللي عم نحكي فيه هنه اذا بدنا نروح الى الى هيك شواهد قاضي ما قدروا وقالوا بدون يقبعوا ما قدروا يقبعوا ماشي هاي دي كلتا جزء من اللعبة سامعة بشي اسمه الطقية انا شارحة كذا مرة في الحزب الله يتعامل كحزب عسكري اما السياسة بالنسبة لقلو فهي بس تشبنا نلومه على قوته ما منلومكن على ضعفك بالنهاية بالنهاية برجع باللك الاول هي اني عمل ميليشيا مع بيلا تفضل يلا اما او الانكفاء او الميليشيا ما تبتوصل لحالة قوت حزب الله لا علاقة لها بالسياسة العلاقة بتمويل والعلاقة بسلاح اي شي تاني خلي يعطيني بس محمد رعادي طلع شي مرة يقول لي عندي برنامج اقتصادي لتحسين الوضع السياحي في لبنان يقول لي على الاقل شغلة يقول انه في عنا مشروع لتحسين الموارد كل شي عنده مشروع بيطلب الاساس المقاومة وثقافة المقاومة وانه انا بيجيني مصرياتي من عند علي خامنة ايه وما بدي شي تاني بقى هذا يعني عم بيقلك انه مش عم يسرق من البلد يعني مصرياته من بره ما فيك تتلقى عمليات سرق لحظة صغيرة لحظة صغيرة خليني اقلك الكونتينيرات اللي عم تمر على البور وتروح لعنده هايدي شو هايدي عن مصريات منك اني ومني انا هيدا موضوع بده بده حكي طويل برجع لعندك استيزي قاسمو بذكر حضرتك صحافي بموقع اساس ميديا وكتبت طويلا ولك باع طويل في الكتابات السياسية بدي فوت معك اكتر بتفاصيل امور حضرتك تناولت بموضوع من يملأ الفراغ اليوم في الرئيس السانيورة اليوم في وعند يجرب يعمل حركة اعتراضية كبيرة بهذا الاطار هلأ يوفق لم يوفق لا ادري برأيك في غطاء للحركة الاعتراضية التي يقوم بها الرئيس السانيورة عربي تحديدا مجرد انكفاء وبعني انه ما في غطاء يعني هو توسب ليلعب دور عمل اتصالات دولية وعربية وانكفأ من دون معطيات من دون معلومات بقدر اخد انطباع وهو انطباع قوى من الحقيقة لا يمكن ان يعني نفكر مرتين فيه مجرد ما انه هو ينسحب من الساحة كرأس حربي كرأس حربي وجوده شي وغيابه شي تاني بيعني شو بيعني هو نادر رؤساء الحكومات السابقين كله انسحب من الساحة عظيم يعني ما هو كان منسحب على طول يعني ماشي الحال يعني نحن من ثلاث اربع سنوات عم نعني ازمة من ايام التسوير رئاسية نعم هني نكفي بموضوع الرئيس سانيورا طيب انتفأ هو ما بده يترشح ولكن قال انه بده يشكل لويح في كل المناطق اللبنانية وفي بيروت تحديدة يعني عمليا دور رفع عتب دور رفع عتب يعني حفظ ماء الوجه بانو دور رفع عتب